النهاردة حقيقي انا جاي ادق ناقوس خطر وجاي اعلن انذار لكرسى ومصيبة حلت بكل الرجال بلا استثناء النهاردة لما نقول ان الرجالة فوق سن الـ 45 الى 50 سنة فترة من 45 الى 50 سنة من كل ميت راجل فيهم اتنين عندهم ضعف جنسي ومن فترة الحقبة العمرية من 55 الى 65 سنة فيهم 25 راجل من كل مية يعني ربع الرجالة في الفترة من 55 الى 65 سنة عندهم ضعف جنسي والحقبة العمرية من سن 65 سنة الى 75 سنة فيهم نصهم يعني من كل ميت راجل 50 راجل عنده ضعف جنسي وفوق الـ 75 حد سوالة حرك تصل الى 100 في المية لكن الكلام ده ما كانش يسير شجوننا قبل كده لان احنا بنعتبر تغييرات مع السن مش هقدر اوقف تغييرهم الشعر عند الراجل ولا تغييرات في عينه والضعف الجنسي احد هذه التغييرات التي تحدث مع السن فكانت بالنسبة لنا لا تمثل حاجة خطيرة او كارثة تخلينا نتحرك لكن كانت العلاجات وقتها قاصرة النهاردة حتى لفوق الميت سنة يقدر يتعالج ويرجع اصبى من شاب في سن العشرين بنسب نجاح تصل الى 100 في المية كويس او فمشكلة العمر تغلبنا عليها بوسائل العلاجة لكن الكارثة الحقيقية ان الحقبة العمرية لتحت الـ 45 سنة كنا نادرا ما نلاقي حد منهم مصاب ضعف جنسي قد تصل النسبة من 0 الى 1 النهاردة بنلاقي من كل 100 شاب في الفترة من 35 او من 30 الى 45 سنة 20 شاب عنده ضعف جنسي 20% 20% مصيبة ده ريكوردد الكلام دوت ده احصائيات عالمية بالزبط 20% من الشباب في الفترة الحقبة العمرية من 30 الى 45 سنة عندهم ضعف جنس انا اعتقد ان في مصر ده مسألة تتجاوز كده الموضوع الموضوع انترناشنال يا دكتور في العالم كله لا يمثل دولة بعينها اصلا تخصوصي قريب جدا كسكر يعني وغدد كتير من الناس بتجيلي بتشتكي من ان تخوفها من نقص هرموني تستيرون وده بسن صغير تمام تمام لكن يا فندم المشكلة مش في فاكتور معين نقص تستيرون العادات السيئة اللي شبابنا ماشيين فيها هي السبب الحقيقي في الضعف الجنسي ليس نقص في هرمون او مشكلة فيها هم بيضطوا على عملية خلالية او خلل في السل للأسف فان ولكن برضو زي ما بندق نقص الخطر وبنخوف الناس من العادات السيئة اللي بتدمر شباب المستقبل برضو عايزين نديهم الامل ان برضو اللي اصيب منكم لا يأس الحل موجود انا سمعت من شباب انه وصل به درجة من الانتحار لانه خلاص متجوز وفي مشكلة اسرية بينه وبن زوجته وأهل زوجته وبيفكر في الانتحار لأ بقوله وبقوله اللي زيه الآلاف اللي زيه ان ليكم وسائل علاج نجحة بنسبة 100% ومش مجربة لسه اول مرة لأ ده بقالها سنوات بتجرب واسبت العالم مش اسباتيانا الشخصي اسبت العالم انها نجحة بنسبة 100% اوكي با احنا عدنا التدخيل والفاست فود الاتنين دول بيلعابوا دول خطير والعادة السرية الفاست فود كوليستيرول والدول والكوليستيرول وتصالب الشريين طبعا في منتهى الخطورة في هذا الامر